اشتركوا في القناة اهم الاحلام والعلامات والرموز اللي هتدل على قرب الفرج ان شاء الله والنصر والرزق والسعادة وطبعا الفرج والرزق دوت مش تحت شرط ان هو بيكون مال ممكن الفرج والرزق دوت والسعادة ممكن تكون جواز في الفترة القريبة خطوبة واحدة متطلقة هترجع لجوزها تاني ان شاء الله ممكن واحد يكون مديون او عليه فلوس او عليه الدين كبير ده ان شاء الله ربنا هيبشروا ان الدين بتاعه ده هيتسدد واحدة عندها مشكلة كبيرة ان شاء الله هتتحل فده كله يعتبر رزق وفرج ان شاء الله من عند ربنا عز وجل بس في البداية حيب اقول لكم لو اي حد عنده حلم وعايز يفسره يكتب الحلم في تعليق اسفل الفيديو واحنا هنتوصل معه ان شاء الله وهنفسره له وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لاتصلكم جميع فيديوهاتنا الحصرية اه نرجع لموضوعنا تاني اه اول العلامات ديت اللي بتدل على قرب الفرج ان شاء الله والحل المشكلات وهي رؤية عتبة باب المنزل عتبة باب المنزل بتدل في اغلب حالتها بتدل على الزواج يعني بتدل مثلا ان شاء الله اه على اه زواج اه قريب ان شاء الله بتدل على خطوبة قريبة ان شاء الله سواء شافتها البنت العزباء او الست المتجوزة بس الست المتجوزة ان شافت ان هي شافت عتبة باب منزل ده بيدل على اه للأسف ان جوزها هيعرف واحدة تانية او هيتجوز اه واحدة تانية الرمز اللي معنا بعد كده اه رمز السفينة لو انت شفتي السفينة في المنام ده هيدل على اه قرب الفرج اه والاحلام والسعادة ان شاء الله اللي هتجيلك عن قريب ان شاء الله وان انت هتعدي للشابط التاني اه ده هيدل على ان انت هتخرجي من المشكلة اللي انت فيها وهتقدر تحقق اللي انت كنت اه مشياله او بتتمنيه الرمز اللي معنا بعد كده رؤية العسل في المنام العسل في المنام زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اه فيه شفاء للناس ومذكور في القرآن الكريم فالعسل لو شاف المنام ده بيدل على الشفاء من الاوجاع الشفاء ممكن من مرض عضوي اه ان فيه حاجات حلوة هتيجي في حياتك في الفترة اللي جاية ان شاء الله فالعسل ان شاء الله بيدل على اه بيبشر بالخير اه وقرب الفرج ان شاء الله الرمز اللي معنا بعد كده اه رؤية البحر لو شفت ان انت بتسبح في بحر او بتستحمى في بحر بس اه على سبيل الاختسال او الوضوء او ان انت عمت فيه واستطعت ان انت توصل الشط تاني او عمت فيه واطلقت تاني ده برضو هيدل على النجاة وعلى خروجك من المشكلة اللي انت فيها وقرب الفرج اه ليك او ليك ان شاء الله اه الرمز اللي معنا بعد كده اه رؤية البساتين الخضاء او الحدائق بمعنى صح دي برضو بتبشر بقرب اه الفرج اه والسعادة وانتقالك لحال افضل من الحال اللي انت فيه ان شاء الله الرمز اللي معنا بعد كده اه رؤية اه السماء لو انت شفت ان السماء صافية وان انت اه رافع يديك لها وبتدعي ربنا بحاجة معينة ده هيدل على ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعوة انت كنت بتتمنيها او انت كنت بتتمنيها وهي حالك باذن باذن ربنا عز وجل الرمز اللي معنا بعد كده رؤية الحزاء سواء انت شفت الحزاء جديد وان انت لابساه والحزاء ده بي اه اه لقتي مقاسك ومريح بالنسبة ليكي ده في اغلب الحالات بيدل او بيبشر اه بالخطوبة القريبة بيبشر بالخطوبة اه القريبة ان شاء الله اه او زواج يعني اه زواج اللي واحدة مثلا كانت متطلقة ده بيدل عليها ان شاء الله هتتجوز تاني اذا كانت طلقت من جسة اه طلاق لا راجعت فيه ده يدل على ان هي على جوازها عن قريب ان شاء الله اه فالحزاء في المنام دايما وابدا بيدل علي اه او بيبشر اه بقرب الفرج ان شاء الله الرمز اللي معانا بعد كده اه العطر العطر او البرفان او الريحة اه لو انت شفت في المنام ان انت بت او انت شفت في المنام ان انت بتتعطاري او بتحط برفان اه ده هيدل على ان شاء الله اه في اخبار سارة جاية لك اخبار مفرحة جدا ممكن تكون خروجك من مشكلة اه ممكن تكون اه اه في حاجة انت صعبة جدا كنت بتتمنيها وهتتحقق لك ان شاء الله في الفترة اللي جاية الرمز اللي معانا بعد كده رؤية الغلام او الصبي في المنام رؤية الغلام الصبي او الصبي الصغير في المنام دي بتبشر بقرب اه الفرج وتحقيق الامنيات ان شاء الله اه رؤية النقاب في المنام رؤية النقاب في المنام ده بيدل على الستر والالتزام الديني وان ممكن يبقى فيه ارتباط ما بينك وبين شخص ملتزم ما هيحافظ عليك فحاجة كويسة جدا اه رؤية النقاب اه في المنام الرمز اللي معانا بعد كده رؤية الطمر في المنام او البلح دي بتبشر بقى اه ايضا بقرب اه الفرج والرزق ان شاء الله سواء البلح دوت حد الدهولك او انت شفت ان انت بتاكل بلح وعكس خالص لما في ناس بعض الناس بتقولك ان رؤية الطمر اه اه مش كويسة في المنام لا 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 ده مش صح لان رؤية البلح بتبشر اه بقرب الفرج ان شاء الله رؤية السبحة او المسبحة في المنام السبحة في المنام من اه من علامات التقرب الى الله واللي هي بنسبح بيها وبنذكر ربنا عز وجل بيها اداء من ادات الذكر اللي ربنا عز وجل هي بتدل على اه قرب الفرج والسعادة القريبة منك سواء كنت بنت او عزباء او كنت متجوزة او كنت مطلقة اه وشفت سبحة في المنام ده بيدل على قرب الفرج ليك اه ان شاء الله اه رؤية بعد كده السفر اه السفر بالسواء بالطيارة او سواء بعربية ده برضو بيدل على اه انتقال من حال انتقالك من حال لحال افضل ان شاء الله وان انت هتتحل المشكلة اللي عندك وهتخرج من المشكلة اللي انت فيها وهتروحي المكان افضل ان شاء الله اه رؤية بعد كده السيارة لو انت شفت نفسك رجبة سيارة اه ده برضو اه هيدل على على رجوعك مسلا اللي جوزك على ان انت عندك دين وهيروح عنك ان شاء الله خير رمز معنا وهي رؤية اه العيدين رؤية العيدين اللي كنا ذكرناها قبل كده من اهم العلامات اللي بتبشر بالخير اه وقرب اه الفرج في انها يا حبي اقول لكم ما فيش اي حاجة هتحصل ولا تحصل من الحاجات اللي قلناها الا بازن ربنا عز وجل لانه لا يعلم الغيب الا الله وما تنسوش لو اي حد عنده حلم وعاز يفسره يكتب الحلم في تعليق اسفل الفيديو واحنا هنتواصل معه ونفسره لان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في فيديو اخر اشتركوا في القناة